أهلا بكم أحباتي الكرام أنتم هنا الآن في الحلقة السادسة من هذا الكورس المميز أهمتين مصطلح باللغة الإنجليزية لهذا السهل راح نسأل مراجعة سريع على الخمس كلمات اللي مارت علينا حتى اللي ما شافها يعرف شن الكلمات ويقدر يرجع يشوفها بالكورس كامل أيضا راح أترك لكم أيضا الرابط في أسفل هذا الفيديو وسوف أشرح لكم كيف تجدون الكورس كامل أيضا خلينا الآن نبدأ بالكلمات اللي عندنا الحلقة الأولى هذي الكلمات اللي مارت عليها بالحلقات السابقة وشرحناها بالتفصيل أخذنا عليها أمثلة وتمارين وحفظناها بشكل جيد لهذا السبب أنصحك أن تروح تشوف هذه الحلقات بالتفصيل وتحفظها وتسوي الاختبارات حتى تحصل على أهم نتيجة هي أنه نحفظ من أول مرة من نرجع الراجع كثيرا ونتعب ونتأخر باللغة الإنجليز لهذا السبب ارجع راجع هذه الحلقات وأيضا شوف هذه الحلقة حتى تكون مستمر وتواضب معنا في هذه الميتين حلقة اللي راح ترفع مستوات بشكل كبير جدا باللغة الإنجليزية اتفاقنا طيب الآن تحتاج إلى أن تضغط على سابسكرايب حتى تحصل على جميع الدروس وأيضا ضروري جدا أن تفعل زر الجرس حتى تأتيك الإشعارات حين نشر دروس جديدة في هذه القناة جيد الطريقة اللي تلقى بيها جميع الكورسات تروح إلى قناة سفرسة كادمية تدخل تلقى هنا بالسويدي مكتوب سبيلستور لكن هي بالانجليزي بلايليست لأن أنا مخلي اللغة السويدية عندي جيد بلايليست تلقى هنا موجودة أول شيء الستارت بيج بعدين الفيديوهات بعدين تلقى هنا تروح تضغط عليها ثانيا لما تفتح هذه الصفحة راح تروح إلى كورس أهم 200 مصطلح بالانجليزية بطريقة سهلة وبسيطة مع الاختبارات تضغط على هذا راح تطلع لك جميع الدروس بالتسلسل من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة السادسة وتأتي تباعا جميع الحلقات حتى نوصل إلى 200 حلقة نشرح بهذه الكلمات هدفنا كما قلت نحفظ المحادثة بشكل صحيح اللفظ الصحيح والكتابة وأيضا تطوير مهارة القراءة كل هذا في كورس واحد هو أهم 200 مصطلح باللغة الإنجليزية لهذا سأنصحك أن نتابع من الأول خلينا بجب حلقة اليوم ونستفاد من المعلومات اللي عندنا اليوم عندنا مصطلح جديد Blow something up Blow something up يختلف عن blow up اللي أخذناه بالحلقة السابقة Blow something up بمعنى add air To fill something with air To fill something with air ينفخ أو يملأه بالهواء يملأ بالهواء إذن add air To fill something with air ملء شيء بالهواء جيد Blow something up خلنا نقرأ خمس مرات حتى نحفظها باللوظ الصحيح أقرأ معي الآن Blow something up Blow something up Blow something up Blow something up ممتاز كما قلت لك الطريقة الفعالة المستخدمة في قناة سفيرس أكاديمي لتحفظ من أول مرة كرر بصوت مرتفع معي خمس مرات كل كلمة اكتب بالكراس والقلم حضر الكراس والقلم اكتب جميع العبارات الجديدة هذا الشيء رح يساعدك حسب الأبحاث أنه تحفظ أكثر من عشر أضعاف من أنه تكتب بال بالكمبيوتر أو باستخدام التليفون إذن اكتب بالكراس وقم بإجراء الاختبار الموجود في بعض الحلقة اختبار بسيط وجميل جدا وممتع رح تستفاد كثيرا من عنده خلال روح إلى الآن أهم الكلمات اللي راح تمر علينا Balloons Balloons Balloonat The party The party The party حفلة I'm sure I am sure أنا متأكد ها الكلمات اللي راح تمر علينا خلنا أخذ الأمثلة عندنا مثاليا على كلمة Blow something up مثال أول We have We have to blow 50 balloons up for the party For the party علينا أن ننفخ أو نملأ بالهواء خمسين بالونة من أجل الحفلة خلينا نقرأ سويا هذه الجملة ونتعلم اللفظ الصحيح هيا We have to blow 50 balloons up for the party We have to blow 50 balloons up for the party We have to blow 50 balloons up for the party We have to We have to blow 50 balloons up for the party الآن أنا متأكد أنك إذا قرأت معي بصوت مرتفع تكون تستطيع قراءة هذه الجملة حاول قراءتها ممتاز اقرأها حاول قراءتها بصوت عالي واتجرع على المحادثة وأيضا التعلم بشكل فعال بشكل فعال المثال الثاني I am sure I am sure أنا متأكد He didn't mean I am sure He didn't mean anything anything by that comment I am sure he didn't mean anything by that comment I am sure he didn't mean anything by that comment Don't blow it up too much أنا متأكد من أنه لم يقصد شيئا بهذا التعليق هذا المقطع الأول I am sure أنا متأكد He didn't mean أنه لم يقصد شيئا anything by that comment بهذا التعليق by that comment بهذا التعليق Don't blow it up too much لا تكبر الموضوع احنا بالعامية نقول لا تكبر الموضوع لا تعطي الموضوع أكبر من حجمه Don't blow it up too much Don't blow it up too much خلنا قرأها خمس مرات أنا وأنت الآن استعد I am sure he didn't mean anything by that comment Don't blow it up too much I am sure he didn't mean anything by that comment Don't blow it up too much I am sure he didn't mean anything by that comment Don't blow it up too much والمرة الأخيرة I am sure he didn't mean anything by that comment Don't blow it up too much رائع رائع متابعة جيدة جدا خلينا الآن نستمر ملخص الحلقة قبل أن ندخل إلى الاختبار ركز جيدا لأن راح نعدنا أسئلة راح تجاوب عليها حتى تختبر نفسك أنه فعلا أنت حققت الهدف أنه حفظنا من أول مرة جميع المعلومات إذن مراجعتنا Blow something up Blow something up Blow something up مثال أول كان عندنا We have to blow 50 balloons up for the party المثال الثاني I am sure he didn't mean anything by that comment Don't blow it up ما نحتاج الراجحة لأننا متأكد أنه أنت الآن فهمت معاني الكلمات وحفظت اللفظ الصحيح إذن خلينا ندخل الآن إلى الاختبار ركز جيدا من الآن السؤال الأول Fill in the following blank Fill in the following blank املأ الفراغات التالية I am sure he didn't mean فراغ by that comment Don't فراغ it up too much اكتب لي الأجوبة في الكومنتات أنا أنتظر إجاباتكم حتى أمر عليها وأصححها كما تعودنا دائما إذن جاوب على هذا السؤال الأول خروح للسؤال الثاني Translate from Arabic to English ترجم من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية كيف نقول علينا أن ننفخ خمسين بالونة بالهواء نملأها بالهواء من أجل الحفلة كيف نقولها باللغة الإنجليزية اختبار حقيقي لقدراتك وتركيزك وتفاعلك إذا كنت متفاعل كررت خمس مرات أنا متأكد أنك ستستطيع الإجابة عن هذا السؤال طبعا إذا ما قدرت تجاب على السؤال شي طبيعي أنه ترجع تراجع الجملة لكن تأكد أنه أنت تعرف تكون الجملة وتكتبها بشكل صحيح باللفظة الصحيح جيد نروح للسؤال الثالث read aloud اقرأ بصوت مرتفع هذه الجملة اقرأها بصوت مرتفع اقرأ بصوت مرتفع جيد إذا قرأتها بالطريقة اللي أنا رح أقرأها الآن فأنت قرأتها صح وإذا ما قرأتها بالطريقة الآن رح أقرأها تحتاج إلى تكررها خمس مرات بالطريقة الصحيحة حتى تأكد أنه أنت فعلا حصلت عن نتيجة المطلوب هذه الطريقة الصحيحة قرأتها مثلي إذا نعم سأروح للسؤال بعد وإذا قرأتها طريقة مغايرة كررها خمس مرات وتأكد أنه أنت فعلا تعلمت اللفظ الصحيح وصلنا الآن إلى السؤال الرابع write the following word write the following word اكتب العبارة أو المصطلح التالي blow something up كيف نكتب blow something up بالطريقة الصحيحة اكتبها أيضا بالتعليق حتى نمر عليها ونشوفها ونصحها بشكل صحيح إذن blow something up كيف نكتب blow something up هذا السؤال الرابع كان عندنا والأخير إذن بالحلقة القادمة رح يكون عندنا مصطلح جديد اللي هو break down سوف نشرح هذا المصطلح بالتفصيل نأخذ أمثلة وتمارين وأيضا أسئلة حتى نتطور باللغة الإنجليزية شكرا لك على المتابعة أتمنى لك التوفيق ولا تنسى الاشتراك سبسكرايب بالقناة وأيضا تفعيل زر الجرس حتى تأتيك الدروس تباعا حلقة بعد حلقة شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء